الحقيقة يمكن قبل ما نبدأ بقى نتكلم عن الجولة وزيارة سموك لمصر والجديد فيها اللي هيلفت انتباهنا دايماً في البداية إيه اللي خلى سموك تتجهي للعمل التطوعي تحديداً في مجال السرطان من البداية؟ شكراً كتير لسؤالك صراحةً أنا ما اخترت السرطان السرطان اختار عائلتي لما ابني ركانن صاب باللوكيميا لما كان يعني تقريباً يومين من عيد ميلاده الثاني بسنة السبعة وتسعين فطبعاً خدنا المعركة وكنا من المحظوظين انه قدرنا نسافر للخارج ببريطانيا بعدين لأمريكا لانه عمل كمان زراعة نخاع وبفضل ربنا والعلاج الصح هو نجا وأهم لقب إلي بتخيل هلأ هو أنا أم لطفل ناجي من مرض السرطان بس طبعاً لما رجعت قلصنا الكفاح ضد هذا المرض كان واضح جداً أنه أنا لازم أسخر خبرتي واللقب لأنه نساعد غيرنا لأنه مش عدل أنه بس نخبئ من الناس اللي هم بيقدروا يحصلوا على العلاج الصح اللي هو بيقدر يعطوا فرصة لأولادهم للعلاج فأكيد في أمهات وأهل بيحبوا أولادهم أكتر مننا وما معقول أنه أنا مش أحسن منهم ما معقول أنه هم ما يكون لهم هاي الفرصة فصرت مديرة مؤسسة الحسين السرطان واشتغلت مع فريق رائع بالأردن تنرفع من سوي مركزنا أنا ذاك من مدراء المركز والقائمين عليه من الطاقم الطبي من هيئة الأمناء وكل ياتنا اشتغلنا بيد واحدة ووصلنا مركزنا من مستشفى عادي غير قادر عن إنقاذ الحياة لمن أفضل مستشفى بالشرق الأوسط معتمد دولياً اللي هو مركز الحسين السرطان اللي الحمد لله الآن بنقذ آلاف المرضى من هذا المرض وده كله بدأ من قصة شخصية كله من قصة شخصية هل ابن حضرتك يعني والناجي يعني البطل الناجي من مرض السرطان هو ابنك الوحيد؟ لا هو ابني الثاني أنا عندي ثلاث أولاد هذا عندي شرين الكبيرة وعندي ركان اللي هو نصاب المرض عمره 26 حمد لله ناجي وعنا جعفر لو 16 سنة لسه معانا بالبيت والحمد لله ربنا يخليهم لسموك بس هو اللافت للانتباه إن العمل التطوعي تحديداً خاصة لمكافحة مرض زي مرض السرطان يعني من أخطر الأمراض بياخد الوقت كله أسرة حضرتك بتتعمك في المسألة دي؟ صراحة يعني هذا السؤال ما بدخل إطلاقاً إحنا أصلاً كلنا بالعائلة بالمالكة بالأردن كلنا بنشتغل وكلنا يعني هذا اللقب بدك تعبيه بعمل خير بشغل تفيد غيرك لأنه صراحة هي منصة تقدر تساعد غيرك طبعاً هو فيه تحدي مع العائلة بالذات بالذات هلأ بمنصب الحالي العالمي لأنه فيه سفر كتير لكل أنحاء العالم فأنا يعني خبرت تحدثنا أنا وجوزي بهذا الموضوع وقلت له معلش سنتين بنودعك وبنشوفك لما منروح وبنيجي بس يعني هذا عمل كتير مهم هو فخور باللي أنا عم بعمله وهو نفسه كمان بيسافر وبيعمل أشغال كتير حول العالم وهذا أنا بعتبره صراحة هو الشرف لقلي أنه أحصل على هاي الفرصة أنه أقدر أفيد غيري وزي ما تقولي يعني زي ما تقولي يعني مش راحين نعطلة ونتسلة راحين نعمل عمل مهم وهذا إشي مهم وكله بيدعمنا يعني صراحة الجوزي كتير رائع بمسانتي بأي عمل بعمله